الوحدة العاشرة الرقابة والتقويم محتوى الوحدة العاشرة في هذه الوحدة رح نتكلم عن عنصر الرئيسيين عنصر الرقابة وعنصر التقويم في الرقابة رح نتكلم عن مبخوم الرقابة باعتبارها وسيلة تعين الإدارة على مراقبة الأداء والكشف عن الانحرافات وتصحيها قبل أن تتعب وتستشري وأخذ التدابير اللازمة لمنع حدود هذه الانحرافات في أنواع الرقابة رح نتكلم عن أربع أنواع من الرقابة الرقابة من حيث الزمن وتصنف إلى رقابة وقاية وعلاجية والرقابة من حيث التنظيم والرقابة من حيث المصدر والرقابة من حيث الشمول وهناك تصنيف آخر لأنواع الرقابة رقابة قبلية ورقابة بعدية والرقابة الإجمالية على المؤسسة والرقابة على أعضاء المؤسسة وأعضاء التنظيم كما سنتحدث عن مجالات الرقابة بالإشارة إلى أربع مجالات رئيسية الرقابة على الأهداف والرقابة على السياسات والرقابة على الإجراءات والرقابة على التنظيم بالإضافة إلى الرقابة على المصرفات والرقابة على الكفاية الإدارية والرقابة على تحية أفراد القوى العاملة والرقابة على الكلفة إذن مقالة الرقابة هي ثمانية مقالات رئيسية في عنصر التقويم اتبارها عملية تحديد معدل التطابق والانسجام بين الأهداف التي تم وضعها في وظيفة التخطيط وبين الإنجاز على أرض الواقع سنشر في وظيفة التقويم إلى أهداف التقويم باعتباره يهدف إلى الكشف عن نقاط الضعف والقوة والتأكد من سلامة الأساليب والإقراءات وكشف الإنحرافات عن مستويات الأداء المرغوبة وتحديد المستوى النوعي لمخرجات التعليم كما سنتحدث في التقويم عن وسائل التقويم بالإشارة إلى خمس وسائل الاختبارات المقابلات تحليل المحتوى لاستبانات الملاحظات كما سنتحدث في هذه المحاضرة عن مجالات التقويم بالإشارة إلى أهداف التعليم والمناهق الدراسية والعمل التدريسي وتقدم المتعلمين ونموهم كما سنتحدث عن جانب العملية التعليمية المساندة الأخرى بالإضافة إلى تقويم مدى تلبية مخرجات المؤسسة التعليمية لاحتياج المجتمع